في الوقت الذي تشتد فيه المعارك ضراوة في جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي حجة أيضا تشكل جبهة أخرى في وجه المشروع الحوثي ومؤشرا لاكتراب النصر وتطهير جميع مناطق الجمهورية من ميليشيا الحوثية فهذه المشاهد تظهر جانبا من المواجهات التي كبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة ساعات محتدمة دارت خلالها معارك عنيفة في حجة حاول الحوثيون استعادة مناطق ومواقع حامة خسرتها في الهجوم المباغت الذي نفذته القوات الحكومية مؤخرا وتدفع الميليشيا بجحافلها إلى هذه الجبهة لكنها لا تجني سوى الخيبة والخسران خصوصا في قرية البيضاء والشبكة في هذا اليوم تم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبطال المنطقة العسكرية الخامسة السيطرة على عدة مناطق ومواقع كان مسيطر عليها الحوثي تم استعادتها منها قرية الشبكة والبيضاء وعدة مناطق مقاورة يأتي هذا تزامنا مع المعارك لأبطال القيش الوطني في مارب وفي تعز مصادر عسكرية أكدت عن سقود عشرات القتلى والجرحى في هذه الجبهة ووقوع العشرات من عناصر الميليشيا في الأسر أثناء معارك صنفت بأنها الأعنف في محافظة حجة ولليوم الثالث على التوالي تكبدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة وتحولت هذه المناطق إلى مقبرة لجحافل الحوثي ممن يدفع بهم إلى التهلكة في محارق الموت تم السيطرة على مناطق مبني حسن الفندق وقرية الشبكة والمنطقة الشجرية وشعب فدش تزامنا هذه المعارك مع المعارك التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مارب حصيلة خمسة أيام من المعارك فقط أكثر من 82 عنصرا حوثيا وعشرات الجرحى وأسر 26 آخرين بحسب مصادر ميدانية فيما دمرت ضربات جوية عددا من الآليات العسكرية ومخازن الأسلحة لتشكل جبهة حجة إلى جانب بقية الجبهات التي تدور فيها المعارك مقابر موت تستنزف المخزون البشري لجحافل الحوثي وتؤكد بأن الانتصار للجمهورية من الإماميين الجدد باتقى بقوسين أو أثناء